تواجه أسماء كغيرها من نساء الموصل تحديات جمّة في إعالة ولديها بعد أن فقدت زوجها وأبيها في غارات للتحالف الدولي استهدف بيتها في الجانب الأيمن من المدينة تقول أسماء إن الغارات كانت خاطئة وأودت بأرواح مدنيين دون إلحاق أي ضرر بعناصر التنظيم فيما دفن زوجها وبالدها كغيرهم من الجيران في مقابر بنيت على عجل في أراضي مختلفة من الموصل أما التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة فقد اعترف بتورطه في مقتل 817 مدنياً خلال ثلاث سنوات في غاراته على العراق والسوريا في حين تؤكد صحيفة الانديبندنت البريطانية أن التحالف قتل أربعين ألف مدنياً عراقياً خلال معركة الموصل التي استمرت لتسعة أشهر تحت هذه الأنقاض جثث لا حصر لها ما تزال راقدة تنتظر من يكرم حرمتها ويدفنها في مثواها الأخير أسوة بباقي الموت في هذا العالم فالحكومة في بغداد متغافلة أيضاً عما يمكن أن يسببه تحلل الجثث إلى انتشار الأوبئة والأمراض وخطورتها على حياة المدنيين في ظل انعدام الرعاية الطبية بشكل كامل في الموصل فحتى اليوم لم تعمل الحكومة في بغداد بشكل جدياً على إعادة أعمار المدينة المدمرة بعد مرور ستة أشهر على انتهاء المعارك فالأنقاض لم ترفع إلا قليلاً والكهرباء والماء شبه غائبة عن ما تبقى من بيوت أنقذتها العناية الإلهية بالرغم من سوء الحال في الموصل عادت بعض العائلات بناء على وعود الحكومة المزعومة إلا أن الحياة ما تزال متوقفة تماماً فلا عمل والأسواق القديمة مهدمة وغير صالحة للتأهيل باستثناء بعض الأعمال الفردية التي يقوم بها الأهالي لإعادة بعض من الحياة إلى الحدباء